تحظى المسيرة الديمقراطية المستمرة منذ عهد الآباء الكرام بعناية ورعاية خاصة من لدن جلالة الملك المفدى في ترسيخ دعائم المسيرة الديمقراطية الوطنية وتطوير منظومة القوانين والتشريعات هذا الدعم الملكي المتواصل ترك أثره البالق في تشكيل نقلة نوعية للعمل الديمقراطي في مملكة البحرين من خلال تبني المبادئ الرفيعة المعززة لغايات دولة القانون والمؤسسات وبناء أسس دستورية عصرية حضرية متطلعا معكم إلى مرحلة جديدة من العمل الجاد والمثمر ضمن مسيرة النهضة المباركة التي بدأها الأباء نحو وطن المحبة والحرية والرخاء وفي سياق استمرارية دستورية منتظمة تعمل على ترسيخ تقاليدنا الرصينة التي تتميز بها تجربتنا الوطنية الجديرة بالمستوى الحضاري الرفيع لأهل البحرين الكرام هي مسيرة متواصلة خطها الأباء الكرام وشكل ملامحها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في صون وتطوير العمل الديمقراطي فاستطاعت مملكة البحرين منذ انطلاقة المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد المفدى بإقرار ميثاق العمل الوطني عام 2001 بموافقة 98.4% من المواطنين في استفتاء تاريخي استطاعت أن ترسخ الأطر المؤسسية والتشريعية للعمل الديمقراطي وتبني المبادئ الرفيعة المعززة لدولة القانون والمؤسسات وترسي أسس دستورية عصرية حضارية فلطالما يؤكد جلالة الملك المفدى في خطاباته السامية اعتزازه بنجاح السلطة التشريعية ضمن ما تمتلكه من صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة وفي إطار التعاون المثمر والبناء مع السلطة التنفيذية لدفع عجلة التطوير المدروس في المجالات كافة دون توقف وبما يتناسب مع خصوصية ومتطلبات العمل الوطني لكل مرحلة ضمن مسيرة النهضة المباركة لمملكة البحرين واضعين تقدمنا الحضاري نصب عيننا تحت لواء دولة المؤسسات والقانون مع خارس التمنيات لدور انعقاد موفق يواصل بالبناء على المنجزات والمكاسب الوطنية التي ما كان لها أن تتحقق إلا بتوفيق من الله ومن ثم اجتهادكم في خدمة الوطن الغالي كل من موقع مسؤوليته وهي نتائج تدعونا للفخر بكم وبجميع أهل البحرين الأعزاء استدامة المسيرة الديمقراطية التي أرسى دعائمها جلالة الملك المفدى أوجدت القاعدة الحيوية للتقدم والإزدهار المتواصل لمملكة البحرين ومكنتها من مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات والاستثمار في فرص النجاح الواعدة فالدستور مملكة البحرين رسخ أهم ركائز الديمقراطية على مستوى الحريات وحقوق الإنسان وتأسيس دولة المؤسسات والقانون وساهم ذلك في مواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة وكذلك تحقيق تطلعات ورؤى مملكة البحرين بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن